شفنا الفيديو اللي فات سريعا برضو هنعرف مع بعض اللي هي الحاجات دي اسمها الفكرة كلان هو بيعمل ايه لو انا عندي بريابول عايزك معه على بريابول تاني واجيب حاصل نتيجة الجامعة دي اعمل لها هسيب في الريابول الاولاني عشان ما تطوشي مني يعني الكلام ده تعال نشوف مع بعض طبعا دي اخر حاجة عملناها لهو اليونوري هعمل لها دليل بالشكل ده لو انا جيت قلت ان الاكس بلس ايكوال الواحد بالشكل ده ده كده معنى ايه اللي انا عملته كده ده اسمه assignment operator ده بالضبط اكني عملت ان الاكس بيساوي اكس زائد الواحد بالضبط هو هو ولكن الفرق ان انا لو عايز اجمع على الاكس واحد واسيف الريزلت كلها في كيمة الاكس فبدل ما اعمل اللاين ده كله في حاجة اسمها simplify وهي ان انا اقوله طيب ليه ما تعملش ان الاكس بلس ايكوال الواحد بالشكل ده يعني زود الواحد دي على الفريابول ده هي هي بالضبط ولكن ده اسمه ايه assignment operator عشان اتأكد على حاجة زي كده خليني اعمل print لين الاكس بلس ايكوال الواحد بالشكل ده وين دليت الكلام ده يبقى هو كده هيجيب كيمة الاكس يزود عليه واحد وي print النتيجة بتاعة كيمة الاكس واللي هي ستة بالشكل ده يبقى هو الجاب الخمسة زود عليها واحد وعمل save للريزلت او حاصل نتيجة عملية الجمع في كيمة الاكس وبعد كده عمل print لها اه جاب لي الاكس نفس الكلام بالنسبة ليه الماينوس ايكوال يبقى هو هيطرح من الاكس واحد وي print الريزلت النهائية واللي هي هتكون اربعة بالشكل ده ونفس الكلام برضو بينطبق على ان الاكس مثلا multiplication equal الواحد مثلا بالشكل ده فهي هي نفس الايه نفس الفكرة يبقى انا اقدر اعمل assignment operator ان انا بدل ما اقول ان الاكس بتساوي اكس بلاس واحد لا انا بحط الاثنين ايه جنب بعض كده على طول وهو كده كده بيزود على الاكس واحد ويصاب الرزلت النهائية في كيمة الاكس وبكده يبقى احنا في الفيديو ده شفنا سريعا ازاي نعمل assignment operators اشتركوا في القناة